الدجاج الفيومي هو سلالة من الدجاج التي أصبحت تربى في منازل والأماكن الضيقة بسبب حجمه الصغير وإنتاجه الجيد من البيض مما يجعله مناسبا للمربي وقته في تصدي الفيروسات التي تصيب الدجاج الدجاج الذهبي هو سلالة مميزة من الدجاج تتميز بلونها الذهبي الجميل ومقاومتها العالية للأمراض أصله من منطقة الفيوم في مصر ويشتهر بإنتاج البيض العالي والجودة إليك بعض المعلومات الأساسية عنه الإنتاجية يعرف الدجاج الفيومي الذهبي بإنتاجه العالي من البيض حيث يمكن أن تضع الدجاجة الواحدة حوالي 200 إلى 220 بيضة سنويا التحمل هذه السلالة مقاومة للغاية للأمراض والظروف المناخية القاسية مما يجعلها مناسبة لتربية في مناطق متنوعة الحجم حجم الدجاج الفيومي الذهبي صغير نسبيا مقارنة بالسلالات الأخرى مما يجعله مناسبا لتربية في المساحات الصغيرة البيض البيض الذي تنتجه هذه السلالة يكون متوسط الحجم ولونه أبيض إلى كريمي السلوك الدجاج الفيومي نشط ويحب التجوال والبحث عن الطعام مما يجعله مناسبا للتربية الحرة نشأ الدجاج الفيومي الذهبي في منطقة الفيومي بمصر وهي منطقة تاريخية معروفة ببيئتها الزراعية الملائمة يعتقد أن هذه السلالة نشأت منذ قرون عديدة حيث كانت تربي في الريف المصري كجزء من الزراعة التقليدية تم تطوير السلالة بمرور الزمن من خلال اختيار الدجاجات التي تمتلك صفات مرغوبة مثل المقاومة العالية للأمراض والإنتاجية العالية للبيض والقدرة على التكيف مع الظروف المناخية المتنوعة الصفات التي يتمتع بها الدجاج الفيومي الذهبي مثل التحمل والإنتاجية جاءت نتيجة للتربية الانتقائية التي اعتمدت على اختيار الأفراد الأفضل لتربيتها وتكاثرها هذا أدى إلى نشوء سلالة قوية ومتأقلمة بشكل جيد مع البيئة المحلية مما جعلها خيارا مثاليا للمزارعين في تلك المنطقة على مدى السنين تم نقل هذه السلالة إلى مناطق أخرى وأصبحت معروفة عالميا كواحدة من السلالات المميزة بإنتاج البيض والمقاومة للأمراض